يجوز الإنسان يتزوج من مرأة كتابية يهودية أو نصرانية لم يمانع الإسلام من هذا والسبب في ذلك هذا أمر الله سبحانه وتعالى طيب يأتي إنسان يسأل يقول كيف تكون مرأة كافرة يهودية أو نصرانية وستتزوجها ستتودد إليها وتحسن إليها وتساندها وتعطيها وتقف معها ونحن نقول الآن بعد قليل إن هذه المرأة لا يجوز لك أن تتعامل معها لأنها كافرة وكيف تودون هذه المرأة نقول لا المرأة بينك وبينها ود بشري إنسان في عمل وعنده جاره في وظيفته يهودي أو نصراني في مودة طبيعية ممكن تأكلوا مع بعض تبتسموا في وجوه بعض يخدمك في معاملة تخدموا في معاملة هذا شيء آخر تطلع معاه في السيارة يساندك في أمر يخدمك في خدمة هل هذه لها علاقة بقضية الاعتقاء الاعتقاد شيء آخر اعتقاد شيء قلبي هذه المودة الفطرية الطبيعية أما يأتي إنسان يقول الله أنا أحبه لكفره والله يا أخي دينهم دين رومانسي المرأة ما شاء الله لا قمة التسامح والعلاقة الإيمانية أن تتزوج مرأة كافرة يهودية أو نصرانية دون أن يحدث هناك أي خلل في دين الإسلام هذه العلاقة لو فهمها هؤلاء لأدركوا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وصف التعامل مع المؤمنين إنما المؤمنون إخوة هذه الأخوة الخاصة الخوة التي بين الإنسان وأخيه ترابط شديد وأوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله أعلى شيء أن يدل على إيمانك أنه عندك الحب في الله مع المؤمنين وعندك أيش كمان؟ البغض في الله تبغض في الله الكافرين الذين لا يدينون لله سبحانه وتعالى بدين